السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعث من الأعمال للأسف اللي تهاون بها كثير من الناس وظنوا أنها يسيرة وهي عند الله عز وجل عظيمة التهاون في أكل أموال الناس بغير وجه حق ربنا سبحانه وتعالى في القرآن حذرنا كتير جدا من قضايا الأموال ويمكن اللي يتدبر فينا أغلب قصص القرآن هيجد أن أغلب قصص القرآن متعلقة بأقوام أكلوا أموال الناس بغير وجه حق قصة قارون على سبيل المثال هو أنموذج للتاجر الظالم المرتشي وأنموذج للتاجر اللي بيجمع أمواله باحتكار السلع إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وعلماء التفسير اختلفوا يعني إيه فبغى عليهم فوجدنا إن علماء التفسير بيقولوا فبغى عليهم كان يحتاكل السلع وبعد كده يبعها للناس بأسعار باهظة السماء فأكل أموال الناس بغير وجه حق فكانت النتيجة إيه فخسفنا به وبداره الأرض قوم الشعيب قوم الشعيب اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم نبي من الأنبياء علشان كانت مشكلتهم الأساسية أن هم كانوا بيأكلوا أموال الناس بغير وجه حق كانوا يطففون المكيال والميزان ويبخسوا الناس أشياءهم كانت النتيجة إيه أخذاهم الله عز وجل بعذاب يوم الظل يوم شديد الحر مش لقين حاجة يستظلوا بها أرسل الله عز وجل عليهم سحابة أرادوا أن يستظلوا بها فتجمعوا تحتها فأسقطت عليهم نارا فأحرقتهم جميعا العقوبة الشديدة دي كانت بسبب إيه أكل أموال الناس بغير وجه حق أصحاب الجنة إلي ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصتهم في صورة القلم ليه الجنة بتاعتهم اتحرقت وليه ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه فطاف عليها أيع الجنة طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم نار نزلت من السماء حرقت الجنة أصبحت كالصريم يعني الخشب المحروق المتناثر على الأرض ليه ربنا سبحانه وتعالى أهلك هذه الجنة والإجابة باختصار لأنهم أكلوا أموال الفقراء والمساكين بغير وجه حق وقالوا يعني أموال الفقراء اللي هي زكاة الجنة إحنا أولى بيها ولدنا أولى بيها فمنعوا الفقراء حقهم فأهلك الله عز وجل هذه الجنة بصوا لكل قصص القرآن أغلب قصص القرآن راح في هذا الإطار إطار الإنسان اللي أكل أموال الناس بغير وجه حق هتلاقيه بسرعة بمجرد ما عمل كده هتلاقيه على طول ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على العقوبات الشديدة التي كانت تتنزل على هؤلاء ليه ربنا سبحانه وتعالى لعن علماء بني إسرائيل ورهبان بني إسرائيل من قبلنا والإجابة باختصار كانوا يأكلون أموال الناس بغير وجه حق إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بغير حق هم عملوا كده فربنا لعنهم وضرب عليهم الغضب وضربت عليهم الذلة والمسكنة واسأل نفسك ليه علشان أكلوا أموال الناس بغير وجه حق ولو جيت بسيط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي سنة النبي مليانة حديث عن الناس اللي أكلت أموال الناس بغير وجه حق وإزاي الإنسان اللي بيأكل مال حد بغير وجه حق إزاي الإنسان ده ربنا بيلعنه تعالوا شوفوا أي باب من أبواب المال المحرم هتلاقي دايما كان النبي بيقدم لعن الله الرشوة مثلا الموظف اللي استبح لنفسه إنه يأخذ أموال من الناس بغير وجه حق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي المرابي اللي بيستغل ظروف الناس وفقر ناس فيديلهم الجيني بجنيه لعن الله الربى آكله وموكله وكاتبه وشاهده الناس اللي أكلت أموال الناس أنا جيت أبني البيت بتاعي إيه المشكلة ما أغد شبر ولا اتنين شبر من الأرض لجنبي ما هي مش مشكلة يعني مع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من أخذ شبرا من أرض اللي ياخد شبر من أرض طويقه في سبع أراضين يوم القيامة يوم القيامة ربنا يأمره إنه يحفر السابع أرض حتى إذا كان في الأرض السابعة أطبقت الأراضين عليه ليه؟ علشان خد شبر بس صغير من مال أخيه بغير وجه حق خطر كبير جدا خطر كبير جدا وأكتر من كده الفضيحة يوم القيامة سدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لينا إن اللي أكل مال الناس بغير وجه حق مطروض من على حض النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما يقدرش يشفع له يوم القيامة بين يدي الله عز وجل حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث لا أل في أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شات لها ثغاء أو فرس له حمحمة أو رقاع تهفت يقول يا محمد يا محمد أغيثني فأقول له إني لا أملك لك من الله شيئا يطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكل أموال الناس بغير وجه حق يطرى اللي أكل حق أخته في الميراث في الدنيا يوم القيامة لما يروح على حوض النبي ويقول للنبي الحقني يا رسول الله وضع يكون عمل إزاي يطرى الموظف اللي ارتشى وضع يكون إيه بين إيدين ربنا عز وجل يطرى الإنسان اللي بيغش في المكيال وبيغش في الميزان وضع إيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى كتير من هؤلاء اللي بيظنوا ان احنا لما هناكل مال الناس بغير وجه حق ان فلوسنا تزيد وتجبر ولما نغش الناس ونتحك عليهم ان احنا كده فلوسنا تزيد وهتجبر لا أبدا لا والله بل الفلوس دي سبحان الله شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم التجار فيقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين كان صادقين في التعامل كل واحد منهم بيبين العيوب وبيبين المميزات فإن صدق وبين بورك لهم ما في بيعهما وإن كذب وكتم كل واحد منهم غش التاني ودحك على التاني شوفوا النبي ماذا يقول محقد بركة بيعهما التجري اللي بيبيعه هو بيغش تمحق البركة يبيع عربية واثنين وثلاثة وهو غشاش ويقول للناس العربيات جديدة ومش عارف ايه هي عربيات مستعملة دايه سبحان الله تمحق بركة المال اللي موجودة معاه تمحق تماما بل شوف معايا سبحان الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في شأن بقى التجار اللي بيحلفوا وبيكذبوا في الحلف بتاعهم علشان يروجوا للسلع قال واليمين الفاجرة تدعو الديارة بلاقع تحول الديار لخراب طفني الاموال راحة الاموال بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث صلى الله عليه وآله وسلم واسمعوا معايا كده وركزوا شوية مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ومعه أحد الصحابة فالتفت وراءه وقال أفلك 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 الصحابي اترعب اترعب ونبي يقول له تقدم تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فالصحابي يقول له يا رسول الله أنزل في شيء أنا عملت حق غلط النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولما قال قلت لي أفلك ثلاث مرات قال لا ولكن مررت على قبر رجل غل بردة من الغنائم قبل أن توزع سرق جلبية من الغنائم قبل أن توزع فرأيت قبره مشتاعلا به نهرا قبره مشتاحل به نهار يوم القيامة ليه أكل أموال الناس بغير وجه حق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولين أخدوا بالكم أن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى جعل منزلة كاملة في الأخرة اسمها منزلة القصاص منزلة القصاص دي علشان الفلوس اللي كانت بيننا في الدنيا واتكلت بغير وجه حق هيقف كل واحد من إيدينا ربنا الأخت هتقف قدام أخوها وتقول له يا رب أخد أموالي بغير وجه حق والتاجر هيقف قدام المشتري اللي كان بيشتري منه ويقول يا رب اسألوا ليه غشيني وضحك علي كل اتنين كانت بينهم مظالم مادية في الدنيا هيقفوا من إيدينا ربنا سبحانه وتعالى في منطقة القنطرة منطقة القصاص علشان يقتصوا مظالم كانت بينهم وساعتها ما تقوليش كنت بصلي كتير وبصوم كتير لأن المظالم المادية دي هتحبط كل العمل وتنسوش إن النبي صلى الله عليه وسلم ألنا في الحديث صلى الله عليه وآله وسلم وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجى فيها صلاة وصيام وصدقات وأعمال بر وأعمال إحسان ويأتي وقد ظلم الناس في أموالهم فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في جهنم اللي عايز ينجو في الأخرة بجد يهتم جدا بكل جنيه يدخل إلى جوفه فالنجاة في المال الحلال فالنجاة في المال الحلال والهلاك غاية الهلاك إن في يوم من الأيام إداية تتمد على مالحرام